بسم الله الرحمن الرحيم عزاء الطلاب مرحبا بكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم في محاضرة جديدة من بيزنس ماثيماتيكس وهي المحاضرة الثانية وطبعا احنا هنتكلم النهاردة عن التوبيكس الخاصة زي ما احنا خدنا المرة اللي فاتت في المقدمة بالنسبة للحاجات الاساسية في الماثيماتيكس من التفاصيل الجامع والضرب والطرح والقسمة والكسور وبعدين خدنا طرق حل المعادلة والفرق بينها وبين المتبينة او الانكواليتي وطرق حلها واخدنا امثلة على الكلام ده بالتفصيل النهاردة ان شاء الله هيكون موعدنا مع الشابتر 2 اللي هو The Straight Line and Applications او زي ما بنقول الخط المستقيم وبعض التطبيقات الخاصة به اللي احنا هنشوفه طبعا نهاردة في الخط المستقيم هنبدأ نتكلم على الكارتيزين كوردنيت سيستيم او النظام الكارتيزي او الديكارتي للاحداثيات وازاي بنعرف الخط المستقيم وازاي بنشوف المعادلة بتاعته وهنتكلم في جزء من التفاصيل الخاصة بالخط المستقيم والمعادلات والتطبيقات اللي عليها طيب عشان نبدأ الموضوع من البداية احنا طبعا عارفين ان لو احنا لذلك المرة اللي فاتت حتى ظهر معانا في حل الانكواليتي ان في حاجة اسمها خط الاعداد والخط الاعداد ده بيبدأ من الصفر وده بنسميه الارجين وبعدين بيبقى مستمر من الصفر في القيم الموجبة واحد اتنين تلاتة اربعة وبعدين بيستمر للمالة نهاية وفي الجزء السالب بيستمر لنقص مالة نهاية عن طريق نقص واحد نقص اثنين نقص ثلاثة نقص اربعة ده البوزيف دايريكشن اتجاه الموجب وده النيجاتيف دايريكشن الاتجاه السالب وده طبعا خط الاعداد او احنا بنسميه دلوقتي الوان دايمينشن سبيس اللي هو في اتجاه واحد فقط جينا عملنا ايه بقى في الكارتيزيان كوردينيت جينا عرفنا محور اكس او محور السينات وده اعتبرناه هو خط الاعداد الافقي بالزبط بنفس خواصه من هنا الوريجين اهي نوتة الاصل وبدأ يعد في اتجاه الاكس الاتجاه الموجب وبدأ يعد في اتجاه السالب وضفناه له خط محور عمودي عليه عشان نعمل حاجة اسمها two dimensional space ما بين الاكس واي وسميناه محور الصادات او محور واي وده اسمه الخط الرأسي والهوريزونتال اكسس هو الخط الايه الافقي طيب ايه الخواص اللي موجودة بالنسبة للمحاور احنا عرفنا طبعا اني في عندنا زي ما اتفقنا محور اكس هو المحور الافقي الهوريزونتال ومحور واي هو الوريزونتال تقاطع الاثنين مع بعض الانترسكت ما بينهم هو يطلع علينا حاجة اسمها الوريجين او نقطة الاصل يبقى المحور الاكس الهوريزونتال والواي هو الوريجين التقاطع ما بينهم هو نقطة الايه الاصل طيب نشوف بقى ازاي بنمثل على المستوى ده ازاي انا عمدي الاكس زي ما اتفقنا بتاخد نفس خواص الخط الايه خط الاعداد اني ده بالنسبة لنا نقطة الاصل فيبقى كده البوزيف دايريكشن بالنسبة لأكس والشمال ده هو النيجاتف دايريكشن بالنسبة لأكس يعني القيم الموجبة هتمثل في اتجاه اليمين والقيم السالبة هتمثل في اتجاه الشمال ده بالنسبة لإحداثيات اكس او قيم على محور اكس طيب وما القيم محور واي بتمثل ازاي محور واي القيم بتاعتها بتمثل اتجاه الموجب بتاعنا بيطلع لفوق 1 2 3 4 وهكذا والاتجاه السالب بيبقى لتحت لكن احنا دلوقتي عرفنا ال x هيبقى الموجب في اتجاه اليمين والسالب في اتجاه الشمال ده بالنسبة ل x وبالنسبة ل y الموجب في اتجاه اللي فوق والسالب في اتجاه اللي تحت نخلي بالنا في حاجة احنا دلوقتي في مستوى واحد يعني x و y مع بعض كبلد يعني هيتمثله ازاي مع بعض ده اللي بيحصل دلوقتي لما نيجي نمثل النقط احنا دلوقتي النقطة اي نقطة بتعرف في المستوى الكارتيزين كوردينيت او المستوى الديكارتي ده لازم تكون لها احداثين احداثي x واحداثي y فدايما بتعرف بorder the period of numbers x و y زوج مرتب قيمة x تبدأ المكتوبة في الاول هنا في الشمال بالاتجاه الانجليزي يعني x والتانية تمثل قيمة y ازاي بنرسم انا عندي اربع امثلة اهيه وهنبدأ ناخدهم بالتفصيل الاول هو معرف لي نقطة اسمها اربعة و تلاتة يبقى قادر اقول ان احداثي x بالنسبة لنا هي اربعة واحداثي y بالنسبة لنا هو تلاتة طيب نرسمها ازاي تعال بقى ارسم لي اربعة نبص على محور اكس انا دلوقتي بتكلم اربعة موجبة يبقى اهمشي في ده الارجن اللي هي نقطة الاصل هبدأ بالنقطة اربعة يبقى اهمشي اربعة في اتجاه الاكس ادي واحد اتنين تلاتة وقف هنا عند اربعة وبعدين تبص على احداثي y كام تلاتة بالنسبة ل y التلاتة موجبة ولا سالبة موجبة التلاتة الموجبة بالنسبة ل y هتحرك لفوق يبقى من النقطة دي يعني اننا من هنا مشينا اربعة في اتجاه الاكس الموجب وبعدين هنمشي تلاتة في اتجاه ال y ادي واحد اتنين تلاتة ونقف عند النقطة دي اللي هي نتجة من الحركة في اتجاه الـ X 4 موجبة والحركة في اتجاه الـ Y 3 موجبة يبقى تطلع للنقطة 4 و 3 بالشكل ده طيب بالمناسبة هي نقطة الأصل إحداثياتها كام أيوة هتبقى صفر و صفر ده معناه إيه؟ إنها لم تتحرك في اتجاه الـ X ولا حاجة ولم تتحرك في اتجاه الـ Y ولا حاجة عشان كده هي ما زالت وقفة مكانها نقطة الأصل اللي ببدأ منها أي حركة هي هنا وقفة لسه متحركتش أي حاجة طيب نشوف النقطة الثانية ناقص 2 و 4 نلاحظ إنه ناقص 2 و 4 دي موجودة فين؟ النقطة ناقص 2 دي قيمة X همشي في اتجاه الـ X سالب 2 يبقى 2 للشمال وبعدين همشي في اتجاه الـ Y 4 لفوق دي 1 2 3 4 لفوق فبقت ناقص 2 و 4 يبقى النقطة بالشكل ده طيب نقدر النقطة دي نستنتج إحداثياتها العكس هي مرسومة أهاي عايزة استنتج إحداثياتها النقطة دي مشينا في X قد إيه 3 لليمين يعني 3 موجب يبقى 3 وانزلنا الـ Y 1 لتحت عشان تبقى سالبة يبقى ناقص 1 3 و ناقص 1 طيب النقطة دي مشينا ناقص 1 في اتجاه الـ X وانزلنا ناقص 2 في اتجاه الـ Y فبقت النقطة دي ناقص 1 في X و ناقص 2 في Y وكده أقدر أرسم أي نقطة في الكارتيزين كوردينيت أو المستوى دي كارتي X و Y بالشكل ده طيب لما نبص على النقطة دي أنا دلوقتي المحاور بتاعت دي X و Y مش قسمتلي المستوى ده لأربع مناطق بالشكل ده آه تعال نشوف خواص كل منطقة منهم هو أربع مناطق احنا بنسميهم Four Quadrants أو الأربع كل ربع من دول فده الربع الأول والخواص بتاعته موجود هنا في اليمين الـ X موجبة والـ Y موجبة الربع الثاني الـ X سالبة والـ Y موجبة أنا بمشي في اتجاه ده واحد اتنين تلاتة أربعة يعني أكينا بنمشي counterclockwise أو عكس عقارب الساعة يبقى ده الربع الأول موجب في الاتنين الربع الثاني سالب بالنسبة لـ X موجب بالنسبة لـ Y الربع الثالث سالب في الـ X سالب في الـ Y الربع الرابع موجب في الـ X سالب في الـ Y ولو بصينا على النقط هتلاقيها فعلا بالشكل ده النقطة دي تقع في الربع الأول موجبة في الـ 2 النقطة دي تقع في الربع الثاني سالبة في إحداثي X موجبة في الـ Y النقطة دي تقع في الربع الثالث سالب في الـ 2 النقطة دي تقع في الربع الرابع موجب في الـ X سالب في اتجاه الواي يبقى كده تقسيم الاربع اربع طيب نتطور بالمرحلة شوية دلوقتي انا كل اللي عملته عملت محاور اكس ومحور واي عرفت الكارتيزين كوردنيت السمت الاربع اللي عندي عرفت ازاي بمثل النقط اللي موجودة احنا دلوقتي عنوان الشابتر ايه ده ستريت لاين يبقى انا محتاج اعرف مرحلة متطورة شوية عن النقط اللي هو الستريت لاينز في اعتقادك الستريت لاينز بينشأ من ايه لو انا وصلت ما بين نقطتين بالمسطرة يبقى انا عملت ايه عملت ستريت لاين فعلا الخط المستقيم تعريفه هو الخط اللي بيمر ما بين نقطتين فلو عندي نقطة اسمها اتنين وخمسة يبقى خلي بالك ايه المحاور اللي احنا رسمينها دي اه انا عندي نقطة اتنين وخمسة ونقطة تانية خمسة وواحد والنقطتين موجودين في الربع الاول فانا عملت ايه جينا للمحاور دي وعملنا زومينج على الجزء اللي انا هشتغل عليه بس لغيت التلاتة دول يعني ايه استكفيت ان ارسم كده المحاور الموجبة وكبرت او عملت زوم ان لربع الاول اللي انا هشتغل فيه لكن مازال الربع التاني موجود اهو والربع التالت موجود هنا والربع الرابع هنا بس انا خدت اللقطة او الزوم على الجزء اللي انا عايزه فقط طيب ازاي بقى اعمل النقطتين مثلت النقطة 2 و5 مشينا في اتجاه الـ x2 وطلعنا في اتجاه الـ y5 وبالنسبة للنقطة التانية مشينا في اتجاه الـ x5 وطلعنا في اتجاه الـ y1 وصلنا بين النقطتين يبقى انا عملت الـ straight line اللي بيمر به النقطتين دول طيب خلي بالكم بقى نعرف مجموعة من انواع الخطوط المستقيمة او الـ straight lines ايه رأيكم في الخط اللي احنا رسمينه اللي ده اللي بيمر بنقطة اسمها x1 y1 وx2 y2 وقال لنا ان قيمة x احداثي x في الاتنين متساوي يعني يمشي نفس المسافة لـ x يعني النقطة الاولى دي مشت في x اتجاه كده وطلع لاتجاه الـ y عشان نرسم النقطة الاولى x1 y1 النقطة التانية نفس المسافة لـ x وطلعنا لاتجاه الـ y النقطة التانية x2 y2 يعني لقينا احداثي x متساوي هنا بنسمي الخط المستقيم ده vertical line يعني ايه vertical line vertical line يعني خط رأسي يعني خط يوازي محور y يعني خط عمودي على محور x كل ده تعريف للـ vertical line والاهم دلوقتي بنعرف حاجة اسمها slope من الخط المستقيم slope of vertical line هيبقى undefined غير معرف الحاجة المميزة للخط vertical ان السلوب بتاعه غير مميز غير معرف السلوب بتاعه غير معرف يبقى slope of vertical line او الخط الرأسي غير معرف طيب احنا بنقول slope وشجالين نشرح في السلوب وإحنا معرفناش يعني ايه slope هتيجي دلوقتي slope of non vertical line خلص بقى دلوقتي بديكلم ان الخط المستقيم الvertical ميله غير معرف طيب ما عدا ذلك اللي هو بنسميه non vertical line الغير رأسي ماله بقى له ميل يتحسب ازاي هو قال الميل عبارة عن دلتا دي اسمها دلتا المسلس ده بنقول عليه دلتا دلتا y على دلتا x ودلتا دي تعني الفرق يعني y2 minus y1 فرق y على فرق x يبقى لو عندي خط بيمر بنقطتين وده منطقي نيجي نحسب فرق y على فرق x ونقسمه على بعض يطلع لنا ميل الخط المستقيم طيب لو رجعنا بالصورة اللي احنا رسمنا فيها الخط ده خلي بالكم يعني ايه فرق y فرق y ناقص 4 جات من اين 1 ناقص 5 بقت ناقص 4 طيب دلتا x اللي هي x2 minus x1 خمسة ناقص 2 تسويتها تخلي بالك مين قال ان النقطة دي الاولى والنقطة دي التانية احنا افترضنا كده لما نفترض ان النقطة دي الاولى والنقطة دي التانية كل المطلوب منك ان انت تقول y2 minus y1 يعني 1 ناقص 5 تطلع ناقص 4 وبعدين نفس النقطة اللي بدأنا بها نقول 5 ناقص 2 يطلع 3 يبقى فرق y ناقص 4 وفرق x3 يبقى السلوب بتاع الخط ده كام يا جماعة ناقص 4 على 3 وهتيجي لما نحن نحفظها طيب يبقى السلوب هيجي عن طريق y2 minus y1 على x2 minus x1 نرجع لدي ونشوف حاجة مهمة جدا طب قانون الميل ده بيسري على اي قانون ميل طب ليه ما نشوفش الميل بتاع الخط vertical line ايه رأيكم لو لاحظنا اني هنا y2 minus y1 ما فياش مشكلة x2 minus x1 واحنا اتفقنا ان الاتنين دول بيساووا بعض هيطلع لنا كام هيطلع لنا zero هو ينفع نقسم على zero او الديمانيتو اللي بقى zero طبعا لا عشان كده قلنا ايه undefined او غير معرف عرفنا جات من اين ان الvertecal line الاسلوب بتاعه undefined لان قيم x بتاعته للنقط اللي عليه كلها متساوية وبالتالي لما هنترحهم من بعض هيطلع zero في المقام وهذا غير مقبول او بيطلع لنا قيمة تساوي undefined او غير معرفة هو ده التفسير بتاع undefined طيب تعالوا كده نشوف الاجزاء دي هنا بقى بيعرف لي مجموعة من ال non vertical lines وشكل الاسلوب بتاعه هو بيقول لو الاسلوب بتاعنا اكبر من zero يعني قيمة موجبة بيبقى شكله الترند بتاعه او الميل بتاعه طالع كده يعني الخط المستقين بيبقى بالشكل ده شوف هنا لما كان الام بتساوي واحد في حالة تانية لما الام بتساوي اتنين شوف بيميل بقى بيبدأ يلف كده يلف مع الواحد وبعدين الاثنين وهكذا لو بصينا على الخط اللي ميله ناقص واحد حيبقى ما يلبش اللي تحت كده لأسفل وده مثلا ناقص اتنين وهكذا طيب تعالوا كده نشوف الجزء ده هو بيقول ايه sketch the straight line that passes through point اتنين وخمسة and has slope ناقص اربعة على تلاتة خلي بالك هو لو قال لي ارسم خط مستقيم بيمر بنقطتين زي ما خدنا قبل كده كانت سهلة هرسم النقطة الاولى وهرسم النقطة التانية ووصل بينهم بالمسترة يبقى انا كده طلعت الخط المستقيم لكن هنا اداني نقطة واداني ميل يبقى مطلوب مني ازاي ارسم الميل على الجراب بتاعنا خلي بالك الاول ارسم النقطة اتنين وخمسة موجودة ادي المحاور وطبعا خدنا اللقطة بتاعت المحور الربع الاول بس فمشينا اتنين في اتجاه الاكس طلعنا خمسة لفوق في اتجاه الواي يبقى انا كده عملت النقطة دي وبعدين الميل ده يعني ايه يا جماعة يعني فرق الواي ناقص اربعة ودلتا اكس تلاتة يبقى بالنسبة لي ان الميل بيخليلي الاكس تزيد بمقدار تلاتة الاكس التلاتة دي اللي تحت دي بتزيد بتلاتة يعني اقف هنا وامشي تلاتة زيادة وعايز ايه اند هاز سلوب ناقص اربعة يبقى انا محتاج الواي بتقل باربعة انزل لتحت اربعة يبقى لما ازيد تلاتة هنا بالنسبة للاكس الاتنين زودت عليها تلاتة بقى وصلنا لكم وصلنا لخمسة ولما من هنا قيمة واي خمسة انقص منها اربعة يبقى توصل لواحد يبقى كده وصلنا للنقطة خمسة واحد لو وصلنا ببينهم بقى انا كده عرفت الايه الخط المستقيم اللي طبعا معلوم نقطة والميل بتاعه شكله ايه طيب اوجد ميل الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطتين ناقص واحد واحد وخمسة وثلاثة دي سهلة جدا تطبيق المرحلة دي هو اختيار نقطة واحد الاولى واختيار النقطة التانية وبالتالي نطبق القانون بتاعنا انه دلتة واي على دلتة اكس اللي هي واي 2 ماينس واي 1 على اكس 2 ماينس اكس 1 هو ده الام فانا اخترت ان النقطة الاولى اللي هي دي والنقطة التانية اللي هي دي وبالتالي الام هتساوي واي 2 يعني 3 ماينس 1 اهي فوق على 5 ماينس ماينس 1 خلي بالك 5 ماينس ماينس 1 ماينس نيجاتيف 1 يعني بقت A زائد وحسبناها طبعا بالألحظ بالكالكليتور طلع M يساوي 1 over 3 تعالي نشوف مسألة كمان مسألة كمان هنا Find the slope M of the line that goes through the points minus 2 و 5 and 3 و 5 هنا مطلوب بإني mail خط مستقيم بيمر بنقطتين ما فيش أي مشكلة اعتبرت دي النقطة الأولى minus 2 و 5 واعتبرت دي النقطة الثانية 3 و 5 ومطلوب مني أحسب slope متاحه فبقت delta Y يعني Y2 minus Y1 بقت 5 minus 5 أهي على 3 minus negative 2 بقت 0 فوق على 5 بس هقف شوية عند النقطة هو ينفع يكون اللي فوق 0 في الفراكشن عموما آه ينفع يكون اللي فوق 0 لأن 0 تقسيم أي حاجة هتطلع 0 وبالتالي ما فيش مشكلة أن يبقى 0 فوق هو جات 0 منين لأن إحداثيات Y متساوية الله هو لو كانت إحداثيات Y متساوية هيطلع السلوب يساوي 0 أيوة وده بيعرف حاجة مهمة جدا اسمها horizontal line الhorizontal line لو رسلنا طبعا النقطتين دول هلاقي ناقس اتنين اهي في اتجاه الـ X وطلعنا 5 والتانية 3 وطلعنا 5 فبقى الخط المستقيم افقي تماما افقي افقي horizontal line والhorizontal line من خواصه انه هو موازي المحور ايه موازي المحور X مش بس كده وإن السلوب بتاعه equal 0 يبقى احنا رجعنا تاني نقول عرفنا الـ vertical line اللي كان احداثي X هو المتساوي وكان خط رأسي وكان الميل بتاعه undefined اللي بعده قلنا لو كانت الـ Y هي والخط الرأسي طبعا هو خط يوازي محور Y الخط الـ horizontal line الخط الافقي اللي بيوازي محور X الإحداثيات Y للنقط اللي تقع عليه متساوية والسلوب بتاعه يساوي 0 أما إذا كان قيمة مجابة أو سالبة فهو non-vertical line وما هوش horizontal يعني خط مائل يبقى كده ممكن نقسم أن الخط vertical الميل بتاعه undefined أو غير معرف والnon-vertical له قيمة القيمة دي لو كانت صفر يبقى هو اسمه خط horizontal line أو خط وفقي تماما خلاص طيب نعرف حاجة كمان اسمها parallel lines إمتى الخطوط تبقى متوازية طيب لو الخط الأولان يميله يساوي m والخط الثاني يميله يساوي m متساويين يبقى هما متوازين يبقى ممكن الخطين يكونوا متوازين إذا كان الميلين بيساوي بعض مش بس كده ممكن يكونوا لاتنين خطوط أفقية يعني الميلين بتاعهم يساوي zero horizontal line يبقى متوازين بردو جميع الخطوط vertical اللي السلوب بتاعها undefined بردو متوازية يبقى كده لو السلوب متساوية أو undefined بقت متوازية دي تجي لنا ازاي فأسئلة إذا كان L1 هو خط passes throw two points ناقص اثنين وتسعة وone وثري وL2 هو خط آخر بيمر بنقطتين ناقص اربعة وعشرة وثري ومينس فور هل الخطين دول متوازين parallel هم الخطوط المتوازية امتى بيكون متوازين اذا كان الميلين متساوين يبقى لازم نحسب الميلين ونشوف فبطريقة بسيطة جدا هنبدأ نتعامل مع الميل الاولاني slope of M1 للخط M1 للخط اللي اسمه L1 ها ييجي ازاي delta y على delta x فأنا هاعتبر اهي ادي النقطة الاولى ادي النقطة الاولى 3-9 ده اللي فوق وبعدين اقول 1-2 ده اللي تحت واحسب الكلام ده بالبي كالكوليتور باقت كام minus 2 نتعامل مع الخط التاني ادي اللقطة الاولى وادي النقطة التانية للخط التاني فأقول M2 equal minus 4 minus 10 ده الجزء اللي فوق فرق y على فرق x اللي هي 3-4 فبقت بعد حسبناها بالكوليتور بقيت minus 2 طالما الاتنين دول متساويين يبقى 2 slopes M1 equal M2 يبقى معنى كده ان الخطين دول ما لهم parallel lines تمام بعد ما خلصنا الparallel lines بنتكلم على المعادلة بتاعت الstraight line احنا دلوقتي بنتكلم ازاي نوجد معادلة الstraight line الحالة الاولى هو الخط الوفقي الخط الvertical line اللي هو الخط الرأسي معادلته احنا اتفقنا انه هو خط قيم او احداثي x بالنسبة للنقطة اللي تقع عليه متساوية يبقى نقدر نفس معادلته عن طريق x equal رقم x equal ويبقى هو ده الخط نيجي عند القيمة دي عن x equal a نيجي عند النقطة a دي ونعمل خط يعني x equal 2 هنيجي عند 2 على محور x وعمل خط رأسي لو x equal minus 1 هنيجي عند minus 1 وابتب خط رأسي بالشكل ده يبقى دي معادلة الخط المستقيم الرأسي او ومن خواص الخط المستقيم الرأسي او ان الميل بتاعه ماله undefined على فكرة كل الحاجات اللينا بنتكلم فيها دي هي مواضع اسئلة بالنسبة لنا فلازم نبقى عارفنا ان هو خط يوازي محور y قيم x بالنسبة للنقطة اللي تقع عليه كلها متساوية الاسلوب بتاعه او الميل بتاعه undefined عشان خاطر ايه ان فرق ال x هيبقى zero في وده غير مقبول طبعا رياضيا طيب الخط بقى non-vertical اي خط اخر غير vertical خاصة vertical له حالة خاصة من x equal constant طيب الخط non-vertical نقدر نحسب معادلته ازاي يقول لك اول حاجة عن طريق انه يبقى عندك نقطة تقع على الخط وميل الخط لو هو معرف لك slope ومعرف نقطة على الخط يبقى انت بتنشئ المعدلة بالشكل y-y1 تساوي m x-x1 x1 y1 هي النقطة المعطاء اللي بيقول لك انها تقع على الخط المستقيم والm هو slope يبقى عشان اكون معدلة الخط المستقيم في صورة اسمها point slope 4 لازم يبقى given m اللي هو slope والنقطة اللي بيمر بيها x1 y1 وانا بنشئ المعدلة بالشكل y-y1 equal m x-x1 ونعود طبعا بx1 y1 اللي هي النقطة والm اللي هو a slow وطبعا لو انا عندي المعدلة بالشكل ده نخلي بالنا اقدر استنتج ارجع بالعكس اطلع النقطة اللي هي x1 y1 وطلع الميل اللي هو m تعال كده نشوف مسألة find an equation of the line that passes through the point 1 and has slope 2 يبقى هو مديني نقطة وميل اقدر اكون معدد خط مستقيم طبعا في الصورة اللي سميناها point slope 4 خلاص ال-m ب2 اشيل m وحط مكانها 2 والx1 y1 اهي 1 و3 اشيل x1 وحط 1 واشيل y1 وحط 3 فبقت y minus 3 equal 2 في bracket او cos x minus 1 الصورة اللي بالشكل ده نقدر نستنتج منها حكتين ان الميل بتاع الخط ده 2 وان النقطة اللي بيمر بيها الخط ده وان وثري لان الصورة دي اسمها point slope form وهي موجودة على الشكل ده لكن طبعا المعادلة ممكن يحصل لها اختصار بسط المعادلة ضربنا 2x هنا وجمعناهم كلهم في طرف واحد فبقت بالشكل ده في general form هزي ما هناخد بعد شوية تعال بقى شوف المسألة شوية فيها فكرة مختلفة عن اللي قبلها اللي قبلها كان ايه يا جماعة هات معادلة خط مستقيم ها وداني نقطة وداني mail فكوننا point slope form لكن بص كده المسألة دي find an equation of the line that passes through the points minus 3 و2 and 4 و minus 1 هنا طلب مني معادلة خط مستقيم بيمر بنقطتين طلب مني معادلة خط مستقيم بيمر بنقطتين الله طب انا دلوقتي بتعود على معادلة خط مستقيم بيمر بنقطة ومدين الميل بتاعه ماشي يبقى انا النقطة ما عنديش مشكلة فيها اي واحدة من الاتنين دول هاعتبرها النقطة اللي هو مدهالي طيب السؤال بقى how to get slope of this line كيفية الحصول على ميل الخط المستقيم ده نفكر شوي ايه رأيكم انا عندي نقطتين بيمر بيهم الخط ده هل اقدر احسب الميل اه طبعا قانون الميل اللي هو فرق الواي على فرق الاكس يبقى الخطوة الاولى في المسألة دي ان انا هاحسب الميل عن طريق فرق وي على فرق اكس اعتبرت دي النقطة الاولى ودي النقطة التانية وبدأت اطبق y2 minus y1 على x2 minus x1 اهي minus 1 minus 2 اللي فوق 4 minus minus 3 اللي تحت حسبنا الميل بقى minus 3 over 7 وبعدين اعتبرت بقى هات المسألة زي اللي قابلها بالظبط find equation of light that passing through point اخترنا النقطة دي 4 ونقص 1 وعلى فكرة لو اخترنا النقطة التانية هيطلع نفس النتائج مفيش مشكلة والميل اهو نقص 3 و7 فكوننا المعادلة y نقص نقص 1 تبقى زائد 1 تساوي نقص 3 على 7 افتح براكت x minus 4 بالشكل ده لما اختصرنا المعادلة ورتبناها في طرف ازاي نحسب معادلة خط مستقيم بيمر بنقطتين ان انا بس احسب الميل عن طريق النقطتين وبعدين اخد الميل مع اي نقطة منهم وكون المعادلة في point slope 4 اتكلمنا على وقلنا ان الخطين المتوازيين بيكونوا الميل بتاعهم متساوي اما الميلين زي بعض اما الاتنين زير وعشان يبقوا horizontal line اما الاتنين undefined عشان يبقوا الاتنين vertical وبالتالي يبقوا متوازيين طيب ايه الفرق بين وبين perpendicular lines perpendicular lines تعني خطوط متعمدة وامتى يكونوا متعمدين شايفين الرمز ده اللي هو العمودي ده ده كلمة perpendicular 2 او عمودي يعني اقول L1 is perpendicular 2 L2 ممكن اكتبها L1 perpendicular 2 دي العلامة الاختصار الرياضي يمثل بربندوكولار 2 على L2 او متعمد على هو بيقول الخطين يكونوا متعمدين لما يكون ميل احدهما يساوي مقلوب ميل الاخر بعكس اشارته تاني ميل احدهما يساوي مقلوب ميل الاخر بعكس اشارته يعني لو عندنا ميل الخط المستقيم الاولاني يساوي اتنين فالخط المستقيم اللي ميله اتنين يوازي الخط ده والخط المستقيم يكون متعمد عليه اذا كان ميله ناقص نص ناقص نص ليه بقلبه وعكس اشارته اقلب الاتنين فبقت نص وعكس اشارتها ناقص نص يبقى ميل الخط المستقيم M1 التاني هيبقى ناقص واحد على M1 ميل الخط المستقيم 3 اللي عمودي عليه هيبقى ناقص واحد على 3 ميل الخط المستقيم 5 المتعامد عليه او البربندوكولر عليه هيبقى ناقص واحد على 5 اتفقنا يبقى البرال 2 نفس الميل او المتوازي نفس الميل المتعامد او البربندوكولر 2 هيبقى مقلوب الميل بعكس اشارته الكلام ده يوضح لي ايه يا جماعة يوضح لي اني عندنا مسألة هنا بصوا المسألة محتاجة بس ايه نقعد نفكر فيها شوية هو هنا بيقول find the equation of the line that passes through the point three one تمام لغاية هنا لغاية الجزء ده كويس قوي يعني ايه هاد او اوجد معادلة الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطة دي شكرا نقف عند الجزء ده هو انا عشان اكون معادلة خط مستقيم حسب ما خدنا الجزء اللي فات في الامثلة السابقة ها اداني نقطة بيمر بها الخط المستقيم كان ممكن يديني حاجة من اتنين صح كان ممكن يديني ميل الخط ده مباشرة وطبق بالpoint slope 4 وممكن يديني نقطة تانية زي المسألة اللي بعدها واضطرنا نحسب الميل وبعدين نستخدم النقطة مع الميل في الpoint slope 4 لكن هنا اداني ايه بقى خلي بالك find the equation of line that possible through point كذا تمام perpendicular to line اللي 2 الله وقال للخط المستقيم اللي انا عايزه ماله perpendicular to عمودي على خط مستقيم اخر ومديني معادلته شفتوا بقى هنا يبقى معنى كده ايه اني انت هتحصل على الميل بطريقة متنكرة شوية يعني ايه ما ادانيش الميل جاهز لكن الجملة دي كلها تعني انت هتحسب الميل بتاع الخط المستقيم اللي انت عايزه هو يعني ايه خط مستقيم متعامد مع خط مستقيم يعني ميل احدهما مقلوب ميل الاخر بعكس اشارته الله طيب الخط المستقيم اللي هو مدهولي بعيدا بقى عن المطلوب الخط المستقيم ده اقدر استنتج منه حاجة اه استنتج منه ان ميل الخط اللي مدهولي اتنين وهو بيوصف الخط انه perpendicular to يبقى ميل الخط اللي انا عايزه عمودي على الخط اللي ميله اتنين وبالتالي يبقى ميل الخط اللي انا عايزه كام اقلب الاتنين واعكس اشارته يبقى ناقص نص يبقى المسألة تحولت للشكل التالي find equation of line L1 that passes through point 31 and slope is minus half اوجد معدد الخط المستقيم اللي بيمر بالنقطة 3 و 1 وميله يساوي ناقص نص عرفنا ميله يساوي ناقص نص منين من مقارنته بالخط اللي عمودي عليه واستنتجنا ميل الخط اللي عمودي عليه اتنين وبالتالي نقدر نستنتج ميل الخط بتاعنا ناقص نص عن طريق التعامد يبقى كده نكون بقى في point slope y minus 1 اهي equal ناقص نص في x minus 3 وطبعا ممكن اسيبها كده او اختصرها للصورة الفاينال اللي بالصورة دي ويبقى كده انا عرفت الايه الخط المستقيم اللي عمودي عليه خلي بالك فكرة المسألة دي ممكن تتغير وبدل ما يدينا بربندوكولر يدينا ساعتها هنعمل ايه ساعتها هناخد نفس ميل الخط المستقيم من اعتبره الخط اللي انا عايزه نفس الميل انه هما parallel هنا بربندوكولر وهنا parallel to في المسألة دي بربندوكولر يعني عكسنا الميل وقلبنا ميله وعكسنا اشارته فبقت ناقص نص لكن لو كان الخط موازي هناخد نفس القيمة هي هي طيب نيجي كمان نعرف حاجة جديدة اسمها ال y intercept وال x intercept ايه بقى موضوع ال y intercept وال x intercept خلي بالكم اي خط مستقيم ما هواش horizontal او vertical يبقى اكيد بيقطع محوري x و y في نقطتين النقطة اللي تقع على محور x بنسميها x intercept ودايما بيبقى احداثي y لها 0 والنقطة اللي تقع على محور y بنسميها y intercept او نقطة التقاطع مع محور y واحداثي x لها 0 تمام بس اخدم بقى x intercept وال y intercept ال y x intercept تتبثل نقطة التقاطع مع محور x واحداثي y لها 0 ونقطة التقاطع مع محور y y intercept واحداثي x لها 0 ال y intercept دي هام جدا في الجزء القادم ان انا ممكن دلوقتي اكون معدد خط مستقيم في حاجة اسمها slope intercept form احنا اتفقنا اتفقنا ان اكون معدد خط مستقيم في point slope form عن طريق انه يديني نقطة بيتمر بيها الخط ده وميل الخط ده واتفقنا ان ممكن الميل ده ما يبقاش بصورة مباشرة يبقى صورة متنكرة يعرف لي خط متعامد على الخط ده فاقدر احسب ميله عن طريق ان اقلب الميل وعكس شارته او موازله اخد نفس الميل الحاجة التانية انا ممكن اكون معدد خط مستقيم عن طريق نقطتين فالميل نجيبه عن طريق النقطتين الاول ومعايا النقطة اكون بيها المعادلة في point slope form هنا بقى في صورة تانية يمكن ان انا اكون بيها معادلة الخط المستقيم في صورة اسمها slope intercept form كلمة slope يبقى لازم يعرف لي slope ميل الخط intercept تعني y intercept يبقى هنا هيعرف لي الخط المستقيم عن طريق y intercept يبقى يديني الميل بتاعه والجزء المقطوع من محور الصادات او محور y نكون المعادلة زي y equal mx زائد b الميل هو m والb هو الجزء المقطوع من محور y يبقى المعادلة لو كانت بالشكل ده نقدر نستنتج الميل معامل x هنا اذا كانت المعادلة y في طرف والباقي في الطرف التاني الم يمثل الميل والجزء constant او الحد الجزء الرقم اللي بدون x ده يمثل الجزء المقطوع من محور y تعال نشوف تطبيق على الكلام ده find the equation of the line that has slope 3 and y intercept of ناقص 4 هنا معرف لي ميل ومعرف لي y intercept يبقى كده لازم اتجه لانهي طريقة لطريقة اللي هي السابقة اللي هي slope intercept 4 y equal mx زائد b هنا m بكام يا جماعة ب3 والb بكام بنائص 4 يبقى مباشرة y equal 3x minus 4 ده تمثل معدد الخط المستقيم بس كتبناها في slope intercept 4 2 تعال تعال بقى نشوف المسألة اللي بالشكل ده هنا اداني معدد خط مستقيم ودي معدد خط مستقيم بس في general form فيها x وفيها y وفيها حد مطلق يبقى ده معدد خط مستقيم بس في الصورة العامة هو طلب مني determine the slope and y intercept of the line whose equation is 3x minus 4y equal 8 حدد ميل الخط المستقيم ده والجزء المقطوع من محور y يبقى اعمل الكلام ده ازاي انا عندي معدد في الصورة العامة لازم اغير المعدد ده لصورة slope intercept form اللي هي دي طب ايه الحاجة المميزة في المعدد في الصورة دي ان y لازم تبقى في طرف والكووفيشن بتاعها واحد والباقي كله في الطرف التالي لو وصلنا لكده يبقى معامل x هنا هو يمثل الميل مباشرة والرقم ده يمثل ال y intercept طيب ازاي هتشتغل على المعدد دي انا عندي 3x minus 4y equal 8 خلي بالكم انا عايز y احافظ عليها في الطرف ده بدون معامل الكلام ده احنا خدناه في اختصار المعدد المرة اللي فاتت وعشان كده التسلسل المنطقي اني ادرس الجزء ده بعد الجزء ده يعني دلوقتي احنا اخدنا ازاي اتعامل مع المعددة وازاي اتعامل مع المتبينة كنا بنعملها ازاي اطرح 3x بين الطرفين صح او بضيف ناقص 3x على الطرفين هتروح من هنا هتفضل بس ناقص 4y هنيجي هنا نقول ناقص 3x فبقت 8 ناقص 3x خلاص طيب محتاج كمان الكون ي يبقى واحد هقسم المعدلة بالكامل على ناقص 4 فراحت من هنا ولما اسمنا ده على ناقص 4 بقت ناقص 2 ولما اسمنا ده على ناقص 4 بقت 3 على 4 ورتبناها بالصورة دي فلما تبقى بالشكل ده ايه رأيكم y في طرف والبقية في الطرف التاني ايوة فدي اسمها slope intercept form نعم الكون يمثل الميل ادي الميل بتاعنا 3 على 4 والناقص 2 هي هو الجزء المقطوع من محور y بالشكل ده تمام كده يبقى ده بالنسبة لنا هو الجزء الخاص بالمسألة من النوع ده يبقى اي معادلة في صورة عامة يمكن اننا اوصلها للصورة الخاصة دي اني y في طرف والبقية في الطرف التاني اختصر معادلة عادي جدا مجرد ما توصل للصورة دي اقدر استنتج الميل اللي هو الام والرقم اللي موجود هنا يمثل البي اللي هي الواي انترسبت او الجزء المقطوع من محور y طيب من الاسئلة طبعا اللي احنا تكلمنا فيها يمكن في الوريانتيشن وقلنا دايما هنخلي الجزء اللي بندرسه هنجيب على سؤال بندرسه ليه وبالتالي لازم نخلي فيه امثلة عملية على الجزء اللي احنا بندرسه فهنا بنتكلم على معدل خط مستقيم هو بيقول ان فيه سلعة معينة اشتريناها بخمسين الف دولار ومتوقع ان هي تبدأ تزيد سعرها بنسبة سبتة خمس سنوات دولار لكل سنة في مدة الخمس سنوات القادمة فايه المعادلة اللي بتعمل تنبؤ او توقع لسعر السلعة وحدد سعرها المتوقع بعد ثلاث سنوات طبعا احنا دلوقتي بنترجم المعادلة دي ازاي كلمة ال 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 السابت ده اللي هو الزيادة دي تمثل السلوب يعني هو بيفصر ان الخمس تلاف دي هتبقى السلوب م اكوال 5000 او 5000 وان ال y انترسيبت هو الجزء اللي بدأ لما ال x بزيرو ما كانش لسه عد على السلعة اي زمن وبالتالي هي خمسين الف وخلى ال x دي تمثل الزمن بالسنوات يعني لما نقول سنة اتنين تلاتة يبقى x واحد اتنين تلاتة وهكذا وبالتالي نقدر نوصف المعادلة وال بي خمسين الف ما بقى y تساوي 5000 اكس زائد خمسين الف دي معادلة اللي تمثل السعر في السنوات القادمة المتوقع طب انا عايز اتوقع بعد ثلاث سنين يبقى نعوض عن x بكام بتلاتة ما بقى خمس تلاف ما كان اكس اشيلها وقت بتلاتة زائد خمسين الف يطلع السعر وقت خمس سلاف في ثلاث زائد خمس الف يطلع خمس وستون الف دولار ده سعرها بعد ثلاث سنة وقت وده منطقي انا عندي سعرها خمس الف بعد سنة بقت خمس وخمس الف بعد سنتين بقت ستين الف بعد ثلاث سنين بقت خمس وستين الف انها بيزيد خمس تلاف في معدل ثابت كل سنة طبعا ده مثال يوضح بس ايه ازاي احنا بنستنتج او بنستخدم معدل الخط المستقيم في العلوم الادارة زي ما اتفقنا في الامثلة التطبيقية اللي عندنا طيب دلوقتي احنا وصلنا لحاجة اسمها general form of linear equation المعدل اللي قدامنا دي فيها x و y وحد مطلق دي تمثل معدل خط مستقيم ايوه هي معدل خط مستقيم وبنسميها linear equation عشان ما فيهاش اي تربعات او square او حاجة بالشكل ده هي معدلة فيها x و y وحد مطلق دكن هنا في الجنرال فورم خلي بالا اتفقنا ان الجنرال فورم دي يمكن تحولها لي ال slope intercept form ايوه عن طريق ايه اني احافظ على ال y في طرف لوحده والمعامل بتاعه يبقى واحد والباقي كله في الطرف التاني فبقت y تساوي mx زائد b الرقم اللي قدام ال x او confession ال x مباشرة هيبقى ساعتها هو الميل او slope والرقم اللي موجود مجرد اللي هو يمثل ال b ساعتها هو ال y intercept طيب تعالوا نشوف واحنا التفاعل طبعا ان ال straight line هو الليه linear لان المعادلة فيها x و y وحد مطلق طيب هنا بقى بيقول ايه sketch the straight line represented by the equation اهى الاول المعدة دي معدد خط مستقيم ولا لا 3x minus 4y minus 12 equal 0 ايوه معدد خط مستقيم طيب هو احنا لما خدنا زمان في بداية المحاضرة ازاي نرسم خط مستقيم قلنا تعريفه هو المر بين نقطتين يبقى انا عايز ارسم خط مستقيم عن طريق اني ارسم نقطتين هاوصل ما بين نقطتين صح كده تمام يبقى عشان نرسم خط مستقيم احنا محتاجين نقطتين طيب ايه اللي ممكن نعمله عشان نرسم الخط المستقيم ده هو بيقولك الاسهل ان انت تحسب النقطتين اللي يمثله ال-X intercept وال-Y intercept ها نفتكر نقطة التقاطع مع محور X ونقطة التقاطع مع محور Y نقطة التقاطع مع محور X كنا بنجيبها ازاي لو نفتكر ال-X intercept كنا بنجيبها ازاي وال-Y intercept اهي نقطة التقاطع مع محور X لما يكون ال-Y ب-0 ونقطة التقاطع مع محور Y لما يكون X ب0 معنى كده ان انت عندك المعادلة اللي بالشكل ده عوض لي عن X ب0 مرة عشان تطلع لي Y intercept وعوض لي عن Y ب0 مرة عشان تطلع X intercept هو ده اللي هيحصل فعلا تعال كده شوف لما نحط Y equal 0 في المعادلة دي ونحل لها تعال كده جرب Y ب0 يبقى الترمي ده مش موجود بقى 3X-12 تساوي 0 اختصر معايا ضيف 12 على الطرفين فبقى 3X equal 12 اقسم على 3 فبقى X equal 4 يبقى نقطة 4 و0 طب لما نحط X في 0 ونعمل نفس الكلام عشان نطلع Y intercept يطلع لنا Y equal ناقص 3 يبقى انا عندي نقطتين 4 و0 و0 ناقص 3 لو رسمتهم ووصلت ما بينهم الاقي نفسي رسمت الخط المستقيم ده طب انا قبل مظهر الرسمة 4 و0 دي موجودة فين موجودة على محور X هنمشي 4 على محور X وهنقف ما فيش Y ما تحرقناش في Y فهنقف على محور X طب 0 ناقص 3 ما تحرقناش على 0 لكن مشينا على محور Y 3 للاسفل فبقيت النقطة الأولى موجودة على محور X اهيه والنقطة التانية موجودة على محور Y ودي فعلا X intercept ودي تمثل Y intercept ودي الخط المستقيم اللي بالشكل ده طيب لو احنا كوننا المعادلة اللي عندك المعادلة اهيه وقال لك طلع لي المعادلة في صورة slope intercept form نفكر شوية slope intercept form هنعمل ايه كلمة slope intercept form يعني معادلة في صورة Y تساوي MX زائد B يبقى انا محتاج اخذ ال Y دي في طرف بدون اي معاملات والباقي يفضل هناك لو انت حلتها وجرب كده هتلاقي ان المعادلة في النهاية هيطلع Y تساوي 3 على 4 X ناقص 3 وده يشير الى ان الميل بتاعنا M تساوي 3 على 4 وال Y intercept هي ناقص 3 جرب كده وشوفها ولو وقفت معاك احنا هنشوفها في حلقة النقاش مع بعض الاختصار بالكامل يبقى ده وطبعا ده يفسر ان Y intercept هي فعلا ناقص 3 والميل طبعا هنا 3 على 4 طيب يبقى احنا كده قدرنا نكون معدد خط مستقيم عن طريق نقطة وميل اللي كنا بنقولها ازاي لو رجعنا شوية ازاي بنكون معدد خط مستقيم بنقطة وميل يبقى بنكونها في الpoint slope Y minus Y1 equal M ونفتح قوس X minus X1 طيب لو اداني نقطة والميل جابهولي عن طريق نقطة يعني اداني نقطة ايه فانا اكون الميل الاول وبعدين اكون معادة الخط المستقيم باستخدام نقطة والميل اللي انا استنتجته عن طريق Y2 minus Y1 على X2 minus X1 طيب لو اداني نقطة واداني الميل بطريقة متنكرة اني يقولك ان الخط اللي انت عايزه يوازي خط اخر ومدينا معادلته اقدر اخد نفس الميل طب عمودي على اخد نفس الميل اقلبه واعكس شرطه عشان اكون الميل بتاع الخط بتاعنا بعد كده نقلنا لحاجة اسمها slope intercept form اللي هي Y تساوي MX زائد B يديني ميل ويديني جزء مقطوع من محور Y اكون بيهم المعادلة طيب وطبعا المعادلة في الصورة العامة احنا عارفنا الجزء الخاص بها هتكلم بقى انا على الاكوشن of straight lines اللي احنا اتكلمنا عليها الاول طبعا احنا خدنا ازاي الكارتيزين كوردينيات وعرفنا محور X ومحور Y محور X هو المحور الافقي ومحور Y هو المحور الرأسي وطبعا النقطة التقاطعهم هي نقطة الاصل وازاي بنرسم على محور X في اتجاه اليمين هيبقى postive واتجاه الشمال negative بالنسبة ل Y اللي فوق هو postive واللي تحت هو negative نقطة التقاطع هي نقطة الاصل اللي هي origin الاحداثات بتاعتها 0 كل نقطة بتمثل عن طريق X و Y سوق مرتب من القيم X و Y بالانجليزي تتقري X وبعدين Y نرسم النقطة نتحرك في اتجاه الـ X حسب الاشارة بتاعتها يمين او شمال وبعدين نصل للنقطة دي ونتحرك في اتجاه الـ Y فوق او لتحت على حسب الاجتجاه بتاعتها قسمنا المستوى بتاعنا لأربع الربع الربع الأول الاتنين مجابين الربع الثاني الـ X سالبة والـ Y مجابة الربع الثالث الـ X والـ Y سالبة الربع الرابع الـ X مجابة والـ Y سالبة بعد كده قلنا يعني الخط المستقيم الاول بيتعرف بنقطتين مجرد ما نرسم منقطتين دول ونوصل بينهم يبقى ده الخط المستقيم من الخط المستقيم يجي عن طريق فرق الـ Y على فرق الـ X صنفنا الخط المستقيم لحاجة اسمها وقلنا الميل بتاعه لأن الخط الرأسي هو الخط اللي يوازي محور Y كل احداثيات الـ X متساوية وبالتالي الـ لما نقول فرق Y على X له ميل ممكن يبقى حالة خاصة تانية زي الـ أو الخط الأفقي اللي هو بيوازي محور X وقيم Y متساوية وعشان كده الميل بتاعه هيبقى 0 أي خط آخر بيبقى له قيمة موجبة أو سالبة لما نتكلم على معادلات الخط المستقيم اتفقنا أن الـ معادلته X equal كونست وطبعا ممكن الكونست ده يبقى موجب أو سالب فتبقى X موجودة X equal كونست خط رأسي بالشكل ده زي ما برسمه كده وتبقى موجودة في أي مكان حسب القيمة الـ A هو خط أفقي بالشكل ده خط أفقي وازي محور X في عندنا ثلاث صور لمعدلات الخط المستقيم الصورة point slope 4 ودي ممكن أستنتج منها الميل أو M والنقطة X1 وY1 slope intercept form Y equal MX plus B الجزء الكونفشن تاعة X ده هو يمثل الميل والB ده هو يمثل الجزء المقطوع من محور Y أو Y intercept الجنرال form بقى هي معادلة فيها X وY وقيمة مطلقة موجودة في أي طرف لكن نقدر نستنتج منها نحولها للصورة دي عشان أستنتج الميل والY intercept عن طريق إن أنا أخلي Y في طرف والباقي في الطرف الثاني طبعا يمكن حساب الميل عن طريق نقطتين يمكن حساب الميل عن طريق إن يبقى الخط المستقيم بتاعي يوازي خط مستقيم آخر كلمة parallel to أو موازي إمتى يتوازل الخطين المستقيمين إذا كان الميل بتاعهم متساوي هي إما قيمة أو الاثنين أفقي ويبقى الميل بتاعهم زيرو أو الاثنين vertical lines ويبقوا الميل بتاعهم undefined يعني خط مستقيم L1 كان الميل بتاعه undefined والخط التاني L2 كان الميل بتاعه undefined يبقى الاثنين دول ما لهم يا جماعة parallel أو متوازية الخط المستقيم L1 كان الميل بتاعه زيرو والخط المستقيم الثاني L2 كان الميل بتاعه أيضا زيرو ده بيثبت أن L2 lines L1 وL2 مالهم parallel لأن هما الاثنين هنا horizontal lines ميل الخط المستقيم الأولاني أربعة وميل الخط المستقيم التاني أربعة ده يثبت أن الاثنين مالهم parallel أو متوازية طيب ميل الخط المستقيم الأولاني خمسة ومن الخط المستقيم التاني ناقص واحد على خمسة يثبت أن الاثنين دول مالهم perpendicular أو متعمدين إزاي بنعرف الخط متعامد مع التاني أن ميل أحدهما بيبقى مقلوب ميل الآخر مع عكس إشارته يبقى مقلوب ميل الآخر مع عكس إشارته مقلوب ميل الآخر مع عكس إشارته طيب إحنا سريعا كده النهاردة اتكلمنا على الكارتيزين كوردينيت بدأنا بإن ده خط الأعداد وبالمناسبة خط الأعداد بيبدأ بالأوريجين زيرو ويستمر الموجة ببوست دايريكشن والنيجاتي دايريكشن خلي بالكو أنا حاطط قيم كده هو جزر ثلاثة ده يسوي كام لو حسبناها بالآلة الحسبة هللاقيها 1.73 يعني 1.7 من 10 تقريبا فأنا عندي الواحد والاتنين بينهم 10 مسافات 10 قيم اللي هي 1.1 من 10 و1.2 من 10 1.3 4 لغاية 1.7 يبقى هي تقريبا ما كانها هنا نفس الكلام لو قلنا ناقص جزر 2 جزر 2 لو حسبناها اللي هي 1.4 من 10 فأكني دي بعد 4 علامات كده أو 4 مسافات اللي هي تمثل 4 علامات عشرية هتوقف بالشكل طيب مين الباي فاكرين الباي اللي كنا بنحسب بيها مساحة الدايرة وهكذا هي 3.14 من 100 دي القيمة بتاعتها 3.14 وبالتالي هتبقى جنب الثلاثة بالشكل بعد كده خدنا ازاي انشأنا الكارتيزين كوردينيت قلنا ان الهوريزونتل اكسس ده بيمثل x اكسس والvertecal اكسس ده بنمثله في اتجاه اليمين الpositive direction وفي الاتجاه الشمال الnegative direction الواي الاتجاه الفوق هو الpositive direction والاتجاه الاسفل هو الnegative direction اي نقطة بنمثلها عن طريق ordered paired of numbers الـ x y زوج مرتب قيمة x في البداية قيمة y بعد كده بمشي في اتجاه الـ x الاول اتحرك من الوريجين دايما اقف عند نقطة الاصل واعمل نفسي هتحرك في اتجاه الـ x 4 موجب وبعدين طلعت الـ y موجب 3 لانا الفوق 3 فبقت النقطة دي تمثل 4 و3 وبالتالي الـ 4 نقطة اللي قدامنا قدرنا نمثلهم بعد كده اخذنا ازاي بنقسم المستوى ده الـ 4 4 الربع الاول الربع التاني الربع التالت الربع الرابع الربع الاول الاتنين x y موجبين الربع التاني الـ x سالبة وال- y موجبة الربع التالت الاتنين سالبتين الربع الرابع الـ x موجب واحداث y هو السالب بعد كده قلنا الخط المستقيم تعريفه هو اللي بيمر بنقطتين ازاي يرسم النقطة الاولة والنقطة التانية ووسطة ما بينهم عرفنا يعني ايه delta x ويعني ايه delta y ده فرق y وده فرق الـ x وال- delta x و- delta y ده بيعملولي حاجة اسمها slope فالslope delta y على delta x اتفقنا ان الـ vertical line او الخط الرأسي اللي قيم x متساوية لكل الخطوط لكل النقط اللي تقع على الخط ده وبالتالي mail undefined عشان هيطلع لي zero في الـ وهذا غير اي خط non-vertical ما هوش رأسي ممكن حساب الميل بطريقة عادية فرق y على فرق الـ x واخدنا امثلة للميول اذا كانت مجابة او سالبة ويبقى شكل الخط المستقيم ازاي بعد كده قدرنا نستنتج رسم خط مستقيم عن طريق نقطة وميل النقطة رسمناها وبعدين تحركنا بالميل ان اربعة بالنسبة الـ x ثلاثة بتزيد فمشينا ثلاثة زيادة ونقصنا اربعة من نسبة للـ y وصلنا للنقطة التانية وعرفنا دلتا x ودلتا y طبعا يعني ايه بتزيد ويعني ايه بتقل هنا خدنا هات الميل عن طريق نقطتين فرق y على فرق x السؤال اعتبر من النقطة الاولة والتانية زي ما اعتبرت دي الاولة خلاص واعتبرت دي التانية اوكي فهنقول ثلاثة ناقص واحد وبعدين نبدأ بنفس اللي بدأنا بها يعني ها ثلاثة الاول وبعدين الواحد يبقى هنا الخمسة الاول وبعدين الناقص واحد وكومنا الميل بالطريقة دي بعد كده خدنا يعني ايه خط هوريزونتال لاين ان الاحداث y بتاعه هوريزونتال اللي هو الميل بتاعهم بزير ويأما خطين ميل هم متساوي وعرفنا واثبتنا ازاي خطين ميل ازاي نثبت ان هما متوازين عن طريق ان الميلين نحسب ميل الاول وميل التاني واللي ايهم مساويين لبعض وعشان كده قلنا ان هما بعد كده عرفنا معدلة الخط المستقيم في حالة انه هو يبقى vertical line هيبقى x يساوي condescent وبعدين اي non vertical ممكن اكون المعدلة عن طريق نقطة وميل ودي اسمها slope point point slope form اللي هي y-y1 equal m x-x1 وعندنا المعدلة بالشكل ده نقدر نستنتج الميل ونستنتج النقطة اللي بيمر بها الخط المستقيم زي ما شفنا المعدلة اهي هات معدلة خط مستقيم عندك نقطة وميل كونا المعدلة لو المعدلة بالصورة دي وما اختصر نهاش بقى الميل اثنين والنقطة واحد وثلاثة لو فكناها وطلعت في صورة عامة خلاص دي بقيت معدلة خط مستقيم اقدر استنتج الميل واي كمان وال y intercept لما نرتب المعدلة دي وطبعا اتركلكو ان انتو تفكروا الميل هنا بكام وال intercept هتبقى المعدلة y تساوي لو خدنا y الطرف الثاني يعني بقت y تساوي اثنين اكس زائد واحد فبقى ميل الخط المستقيم اثنين وطبعا واضح انه ميل اثنين وال intercept يساوي واحد ونشوفها في حلقة النقاش لو وقفت الميل فرق y على فرق x وبعدين خدت نقطة مع الميل وكونت المعدلة في point slope form بصورة عادية طيب اتفقنا ان الخطين متعمدين ودي علامة التعامد وقلنا عليها perpendicular امتى لما يبقى الميل الاولاني هو مقلوب ميل التاني بعكس اشارته يعني مثلا 3 والتاني يبقى ناقص 1 على 3 5 والتاني ناقص 1 على 5 يبقى كده متعمدين طيب هنا بقى المسألة هات معدد خط مستقيم بيمر بنقطة بس اداني الميل عن طريق انه وصفهولي انه متعامد مع خط مستقيم اخر فاخدنا المعلومة بتاعت الخط المستقيم الاخر وطلعنا الميل بتاعه اثنين لان المعدلة دي في الصورة اللي هي point فقلنا الميل بتاعه اثنين طالما الخط بتاعنا عمودي عليه يبقى الميل بتاعه يبقى ناقص نص استخدمنا النقطة دي مع الميل الناقص نص التكون المعدلة للخط المستقيم المطلوب طيب عرفنا حاجة اسمها الـ x intercept وال y intercept وقلنا ان الـ x intercept هي نقطة التقاطع مع محور x يعني احداث y بتاعها بزيرو وال y intercept هي نقطة التقاطع مع محور y يعني احداث x بزيرو استخدمنا الـ y intercept في تكوين صورة اخرى من المعدلة عن طريق y equal mx plus b اللي هي slope intercept 4 يبقى مديني slope ومديني y intercept وكوننا طبعا ادي مسألة slope و y intercept طبعا تكوين مباشر لو المعدلة في الصورة العامة اقدر اوصل المعدلة في الصورة y equal mx plus b الرقم اللي موجود قدام الـ x ده يمثل email والجزء المقطوع من محور y هو y intercept خدنا مثال تطبيقي على الخط المستقيم وازاي بتنبأ بالسعر منتج بعد سنوات اذا كان الـ rate بتاعه بيزيد بقيمة سابتة وبعدين خدنا الصورة العامة لمعدلة الخط المستقيم ولخصنا في النهاية ازاي نرسم خط مستقيم في الصورة العامة قلنا بطلع x intercept عن طريق y equal 0 وطلع y intercept عن طريق حط x equal 0 وارسم نقطتين دول ووصل ما بينهم زي ما عملنا بالشكل ده وفي النهاية عملنا conclusion للمعدلات دي الصورة العامة دي slope intercept y equal m x plus b deal point slope y minus y 1 equal m x equal x 1 معدته في صورة خاصة y equal constant و vertical line معدته في صورة خاصة x equal constant ده كده نهاية الجزء الخاص بالstraight lines والapplication اللي عليه أتمنى طبعا ان الجزء ده نبدأ نذكره كويس قبل ما نلتقي في حلقة النقاش القادمة كل الأمنيات الطيبة بالتوفيق والسداد للجميع و نراكم على خير إن شاء الله في حلقة النقاش ونشوفكم في تسجيلات أخرى لمحاضرات قادمة ونشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقبلوا تحية